من الصدف ودعوات الليل وحاجة ادعي لله سبحانه وتعالى وخل أملك عند الخالق وليس عند المخلوق وسهل لك المخلوق من أثار الدعاء أو من فوائد الدعاء عامة هي ثلاث هوات وهي صراحة رسالة للجميع ويضي لإخوة المشاهدين اليسان إذا رفع يديه يدعو الله عز وجل لن يردك الله عز وجل أو لن يديك صفرا الله أكبر إذا رفعت يديك لك ثلاث لما ترفع يديك تدعو الله سبحانه وتعالى لك ثلاث الأولى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك مباشرة في أي أمر تطلبه يستجيب لك مباشرة هذه اللواء الثاني أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذه الدعوة إلى يوم القيامة يا الله أكبر هذه الثانية الثالثة يصرف عنك من السوء بقدرها اللهم فضلك لعننا حط عليها أمثل عشان برضو تفضح الصورة شخص مثلا دعا قال يا رب أرزقني مثلا الوظيفة جاءته وظيفة مباشرة هذا استجيب الله أعزو الله مباشرة الثانية يدخر الله أعزو الله إلى قيام الساعة يقول يا رب أرزقني وظيفة يا رب أرزقني وظيفة فما جاءته وظيفة فلما جاء يوم القيامة فإذ بحسناتك الجبال عظيمة جدا يا رب من ألي هذه الحسنات وأنا ما كنت أعمل صالحات قال هذه بسبب إصرارك ودعاء وتكرارك على الوظيفة أو الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين الدعين ويقينك باستجابة الله نعم ويقينك الثالث يصرف عنك من السوء يا رب أرزقني وظيفة يا رب أرزقك لكن تتفاجئ أنك لا تمرض لك عشرين سنة ما دخلت مستشفى ما عندك ضغط وسكر يعني صرف عنك الله عز وجل أن جاك من حادث نعم أن جاك من حادث الحمد لله يعني صرف عنك الله عز وجل ومور عظيمة جدا فهي رسالة لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى لا إله تقول الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة بإجابة الله خير نبي نطلع نشوفه أبو تخيل أي أبو تتابع أبو تخيله بحلب الناقح إن كان درة الناقح